مبسوطة جدا أن الاحتفاء ببنات البرشا وبانوراما برشا وبالفيلم طبعا فوز الفيلم رفعت عيني للسماء بالعين الزهبية لسه مستمر وزير الشباب والرياضة قرم فريق عمل مبادرة بانوراما برشا والحقيقة كانت برضو تم نشر السور على المواقع الإخبارية حيث تم تكريم فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا وهم طبعا أبطال فيلم رفعت عيني للسماء كان التكريم من خلال طبعا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كان بيقول سعادة كبيرة اليوم وأنا أرى مبادرة شبابية تنطلق من مركز شباب إلى العالمية فدي حاجة جميلة جدا سالغاية الآن ما سمعنيش حاجة من وزارة الثقافة معرفش أنا ما جاليش الأخبار ولا ما فيش لسه تكريم من وزارة الثقافة فنتمنى أنه يحصل هذا التكريم عندنا برضو مترانية ملوي كانت كرامة أبطال فيلم رفعت عيني للسماء وده برضو كانت حاجة جميلة في احتفالية يعني بجد تعتبر حاجة ممتازة برضو الكنيسة الإنجلية بالمؤطم والمركز الإعلامي الإنجلي تم الإعلان أنه هيكون برضو فيه احتفالية لتكريم بانوراما برشا وطبعا برضو كان تم استضافتهم في قناة الـ CTV وبنتمنى إن شاء الله إحنا بس منتظرين كده لو هم فعلا هيجوا أمريكا بإذن الله يعني قريب يا رب الدنيا تمشي على خير فيكون برضو لنا الحظ أن احنا نستضفهم هنا في القناة لو جم في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه استضافة في طبعا تبقى وهم معينا بتبقى أجمل بكتير من إنه بس تكون حاجات يعني على زوم أو زوم ميتنج أو حاجات زي كده ومنتظرين برضو هنشوف لو هيتأخروا في الزيارة هنرتب إن شاء الله برضو لقاء معهم وبنقول لهم ألف مبروك وإلى الإمام إلى الأمام دايما وإن شاء الله يا رب نشوف أعمال كده جميلة بنفس مستوى هذا العمل اللي فاز بجائزة العين الذهبية أول فيلم وثائقي مصري يفوز بهذه الجائزة في مهرجان كان بفرنسا